تمام ساعة العاشرة صباحا بتوقيت الجزاء المشاهدين أسعد الله صباحكم أهلا بكم إلى ثاني مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم البداية ككل مرة بمستجدات أحوال التقس مع هناء هذه المرة صباح الخير صباح الخير ملود وصباح الخير لكل مشاهدين إذن سيكون في تساقط أنطار وثلوج بداية من يوم الأربعة بإذن الله رح يكون في تغير شامل في الوضعية الجوية إذن بعد الاستقرار سجلناها بداية خلال الأيام الماضية وكذلك إلى غاية يوم الأربعة إن شاء الله ستكون الأجواء مستقرة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن في نفس الوقت سيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة القصوى إذن بداية من يوم الأربعة سيكون فيه توغل إذن منخفض للضغط الجوي محمل بتساقط أمطار رعدية ستكون محليا معتبرة وأيضا مرفوق بتساقط للثلوج على أغلب المرتفعات التي يفوق علوها الألف والمائتين متر بإذن الله في البداية هذا الاستراب الجوي سيخص المناطق الشمالية الغربية والوسطى يتوغل تدريجيا ليخص حتى الولايات الشرقية بتساقط الأمطار الأمطار ستستمر بإذن الله إلى غاية ستكون إن شاء الله بداية من يوم الأربعة تستمر في التساقط إلى غاية يوم السبت المقبل بإذن الله إذن في البداية الأمطار ستأخذ كل من ولاية معسكر سيدي بالعباس سعيدة مست غانم وهران شلف البليدة الجزائر العاصمة اللمدية البويرة كذلك بالنسبة لبيجايا عنابة جيجل سكيكدا أيضا بالنسبة لسوق هراس قسنطينا وولاية تبسا أيضا بولاية باثنة كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 40 حتى 50 ميليمتر محليا وستكون أكثر اعتبارا ونشاطا خاصة على الولايات الغربية والوسطى أما فيما يخص المرتفعات اللي رح تعرف إن شاء الله تساقط للثلوج فهي المرتفعات التي يفوق علوها الألف إلى الألف والمائة متر بإذن الله فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة فإن شاء الله تبقى مرتفعة خلال نهر اليوم وكذلك خلال يوم الغد بإذن الله فيما يخص مشاهدين السواحل الوطنية إذن رح تتعدى حتى أو تقارب 30 درجة بالنسبة لكل من وهران مع سكر تلمسان كذلك شلف غليزان سيدي بالعباس مع سكر تلمسان ومغنية بالنسبة لعين الضفلة على الأغواط حتى على النعامة والبيض كذلك بالنسبة لكل ميتزيوزو والبويرة ستتراوح بإذن الله خلال نهار اليوم وكذلك خلال يوم الغد الثلاثة ما بين حوالي 25 إلى 28 درجة كذلك على كل من باتنا خنشلة بساق سنطي نسطيف أم البواقي وبرج بوري ريج تبقى كذلك الكتلة الهوائية الحارة تخص المناطق الشمالية الشرقية إلى غاية يوم الأربعاء بتسجيد درجة حرارة قصوى تقارب حتى حوالي 30 درجة خاصة خلال يوم الغد أثلتها بإذن الله كما نلاحظه إن شاء الله وتستمر الأجواء الحارة فيما يخص الولايات الشرقية إلى غاية يوم الأربعاء بينما كما قلت المناطق الشمالية الغربية والوسطى رح تعرف وضعية جوبية غير مستقرة بالتالي بداية من يوم الأربعاء فيما يخص الغرب والوسط سيكون فيه تراجع محسوس في درجات الحرارة القصوى مقارنة بنهار اليوم وكذلك بيوم الغد الثلاثة الولايات الجنوبية حوالي 40 درجة كعلى مقياس ببرجباجي مختار وإنجزان أدرار إنسالح كذلك بشار وتندوف ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين حوالي 35 حتى 38 درجة للإشارة سيكون فيه تطاير زوابع رملية فيما يخص المناطق الجنوبية تطاير كتيف لزوابع رملية خاصة على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي بالنسبة لحالة البحر سيكون قليلا استراب على غلب السواحل الوطنية الرياح خلال نهر اليوم ستكون ضعيفة تماما لن تتعدل 25 كم في الساعة على السواحل الوسط حوالي 30 كم في الساعة بينما السواحل الغربية سنسجل حتى 40 كم في الساعة واللحظة خلال يوم الأربعاء سيكون فيه بحر هائج بسبب هبوب الرياح القوية فعلو الأمواج قد يصل حتى الحوالي 5 أمطار على السواحل الغربية والوسط بداية من يوم الأربعاء وسرعة الرياح قد تقارب 80 كم في الساعة على أغلب السواحل الغربية الوسط وكذلك الشرقية للوطن إذن إن شاء الله بعد الأجواء الحارة اللي رح نسجدها خلال نهار اليوم ويوم الغد سيكون فيه تغير في الوضعية الجوبية أمطار عادية معتبرة وثلوج على أغلب المرتفعات الداخلية للوطن بداية من يوم الأربعاء بإذن الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة والعودة إليك مولود شكرا لك هنا على عفو